اهلا ومرحبا بكم مع اخبار الرياضة استكمل بولا بوتا المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم جهازه الفني الذي سيعمل معه خلال المرحلة المقبلة وذلك باختياره الكابتن عبدالله ابو زمع ليكون مدربا مساعدا له في الفترة القادمة وعلن السيد فادي زريقات الأمين العام لاتحاد الكرة أن وجود مدرب وطني ضمن الجهاز الفني للمنتخب جاء لترسيخ توجيهات سمو الأمير علي بن الحسين بأهمية أن يكون للمدرب الوطني دور في كافة المنتخبات الوطنية ومن ضمنها المنتخب الوطني الأول ومن جهته عبر الكابتن ابو زمع عن فخره واعتزازه للعودة من جديد للعمل ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني معبرا عن تقديره العميق للثقة التي يوليها سمو الأمير علي بن الحسين للمدرب الوطني وكذلك التقدير العالي لهي التنفيذية على ثقتها بقدرات المدرب الوطني بشرة الأردنية لرياضة السيارات كافة الاستعدادات في كافة أنحاء المملكة وذلك استعدادا لإقامة سباق الحسين الدولي لتسلق مرتفع الرمان والذي يقام في الحادي والعشرين من الشهر الحالي برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المدرين في الأردنية لرياضة السيارات ووفق التعليمات التكملية للسباق تم تحديد الخامس عشر من هذا الشهر موعدا لإغلاق باب التسجيل ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة لأفضل الأوقات في الجولتين الأولى والثانية وتنحصر المنافسة في السباق على تحقيق رقم قياسي للسرعة أعلن اتحاد كرة الطاولة نولفود المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة الطاولة التي يستضيفها الأردن خلال الفترة من الثالث عشر وحتى الثامن عشر من الشهر الحالي ستبدأ بالتوافد إلى الأردن اعتبارا من يوم الأربعاء المقبلة وبحسب رئيس الاتحاد فواز الشرابي فأن المشاركة ستكون كبيرة من الدول العربية خصوصا وأن البطولة تقام لمنافسات الفردي والزوجي فقط ولكافة الفئات العمرية موضحا أن وفد الاتحاد العربي سيصل إلى عمان بعد غد للإشراف على الجوانب الفنية المتعلقة في البطولة رفض أرسنوانجر المدير الفني لأرسنال تحميل حارسه بيتر تشيك مسؤولية خسرت الفريق يوم أمس من ضيف وستام يونيتد بهدفين دون رد في افتتاح الدورية الإنجليزية لكرة القدم وخرج تشيك بشكل خاطئ ليتحمل بجزء كبير مسؤولية الهدف الأول ولم يحسن التعامل مع تزديدة الهدف الثاني في أول مباراة له مع الأرسنال منذ انتقاله من تشيلسي وأشار فينجر للصحفيين بعد المباراة بأن الأخطاء كانت جماعية ولا يتحملها تشيك لوحده ويذكر بأن هذا اللقاء هو الأول لتشيك مع أرسنال في بطولة الدوري ولعب قبل ذلك مباراة وحيدة في بطولة الكأس التي حرزها أرسنال على حساب تشيلسي الإنجليزي أعلن نادي برشلونة غياب نجمه البرازيل نيمار عن مواجهة كأس السوبر الأوروبية ومواجهتي كأس السوبر الإسبانية بعد تعرضه لفيروس سيمنعه من المشاركة لمدة تصل إلى حدود الأسبوعين ويواجه برشلونة يوم غدا فريق شبريا لخوض مواجهة كأس السوبر الأوروبية قبل أن يواجه أتلاتيك بيلباو في مواجهتي كأس السوبر الإسبانية في الرابع عشر والسبع عشر من هذا الشهر ولن يتمكن قائد المنتخب البرازيلي من خوض أي من تلك المواجهات بسبب العدوى الفيروسية التي أصبته تغلب فريق نيويورك ريت بولز على نيويورك سيتي بهدفين دون رد ضمن مباريات الدوري الأمريكية لكرة القدم وسجل برادلي رايت الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الحادية والعشرين قبل أن يضيف اللاعب في لبي الهدف الثاني ليحقق ريت بولز فوزا مهما على نيويورك سيتي في المباراة التي رفع فيها جمهور ريت بولز لافتة سخر فيها من انضمام كل من بيرلو ولامبارد واصفينهم بكبار السن خسرها الأمريكية جون آيسنر نهاي بطولة واشنطن للتنسى المقامة على الملاعب الصلبة أمام الياباني نيشي كوري بمجموعتين مقابلة مجموعتين واحدة وأنها نيشي كوري اللقاء بواقع 4-6 و6-4 و6-4 ليحقق بذلك لقبه الأول في واشنطن بينما فشل آيسنر بتحقيق لقبه الأول في البطولة التي تقام على أرضه وبين جماهيره ترجمة نانسي قنقر